بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس السابع من الكورس الشامل لتعلم برمجة بلغة بايثون هنشرح النهاردة بإذن الله موضوع مهم جداً وهو عوامل المقارنة المفروض أنك سيماعة الست حلقات اللي فاتوا أنا أفطرد ذلك لأنه كما قلت لك بابني كل جزء على الجزء الوراء عشان أوصلك بإذن الله أنك تكون أتقنت اللغة وعرفت كل الأجزاء الداخلية اللي جواه طيب النهاردة نشرح هى الحالة التي سرحنا بداية يعني إيه العوامل؟ يعني إيه هي الأوبريترز واخدنا أول نوع فيه مولا الارثماتيك أوبريترز أو العوامل الحسابية النهاردة سننفضح حاجة اسمها الكمبارزن أوبريترز أو عوامل المقارنة وهشرح لك بالتفصيل بإذن الله وهنطبع عليها وهوري لك إزاي تفهمها كويس لأن الحاجات دي مشتركة بين كل لغات البرمجة مش هتلاقي لغة برمجة عالية المستوى فاش الكلام ده كل اللغات فيها نفس الكلام هتلاقي طبعا موضوعات للدرس اللي بنشرحها بحضرتك الفيرس في الأول عشان لما تخلص الدرس ترجع للفيرس زي تأكد انك كل معلومة فيه عارفة أو كل حاجة فيه تقدر تشرحها وفهمها كويس وهنا بكتل لك الشرح سكريبت كله ولكن ما بقرأهوش في الحلقة انت بس ده وظيفته تقرأ انت لما تحب أنا بس بكتبه كده عشان إيه تدوينا وعشان يبقى كتاب في يوم الأيام كامل للغة كلها لما تحب تتعلمه انت أو أي حد غيره وهتلاقي الأمثلة في الآخر فأخليك معي تعال على طول هنا على البورد أنا بشرح على البورد على طول بسم الله الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة زي ما قلت لك فيه حاجة اسمها العوامل العوامل يعني ايه رموز خاصة يعني عندنا كذا رمز كده رموز معينة لما بنعملها اللغة بتأدي وظيفة معينة فزي ما خدنا الحلقة اللي فاتت فيه رمز اسمه بلس لما بعمله اللغة بتفهم اننا اجمع القيمة الأولى على القيمة الثانية فيه حاجة اسمها مينس المينس اسمه ايه اسمه Operator اسمه Subtraction Operator ما بكتبه اللغة فهمه وعارفة اننا معانا اننا عايز اطرح القيمة الأولى عايز اطرح منها القيمة الثانية فيه اللي هو العلى فيه الضرب فيه الضرب الثنائي ده اللي هو معناه الأس او القوة او البور فيه القسمة الأرضية فيه علامة الموديولو اللي خدنا الحلقة اللي فاتت كل دي بنسميها ايه الحسابية بس بداياتا بنسمي الرموز الخاصة دي اسمها ايه العوامل بشكل عامل حلو العوامل اللي هي Operators ال Operators فيه كم نوع من ال Operators خدنا قلنا قلنا فيه حوالي سبع انواع النوع الاولاني اللي خدناه اللي هو العوامل الحسابية وده خلص خلاص ده شرحنا الحلقة اللي فاتت فتأكدنك تكون سمعتها النوع التاني اللي ناخده النهاردة وهو عوامل المقارنة وحاجات تفهة جدا والله العظيم انت تلاقي البرمجة دي انا عايز اقول لك ما تقولش الكلام ده سهل والبرمجة لسه صعبة اللي قدام الكلام دول لقدام وكل حاجة تاخدها اغلبها او كلها سهل ولكن لو في انتها صح فكرة سهل وصعب دي موضوع نسبي حسب انت تصراحت لك صح ولا غلط فمفيش حاجة كده هي موجودة تخلقت كده سهلة او التانية تخلقت صعبة لأ الموضوع بيتوقف عليك انت وعلى مذاكرتك وعلى يعني مدى الاهتمام اللي ستديلي الحاجة بي والتعمك اللي ستعمل فيها اتقل على الدرس وما تستعجلش وفهم كويس اللي هنخده النهاردة حاجات اسمها عوامل مقارنة نفس الفكرة بزبط هي رموز رموز خاصة اللغة فهم انها بتأدي بها وظيفة معينة فلو كتبت للرغة الرمز ده هتفهم ان انا عايز اوضح لها فكرة معينة اللي هنخده النهاردة حاجات متعلقة جدا بحاجة اسمها الشروط او بنسميها بالانجليش كونديشنز 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 الكلمة دي هتمر عليك لحد ما تزهق وهتلاقي نفسك اصلا من الضرورة انت محتاجها يعني انت تحتاجوا اليها بالضرورة فهشرح لك يعني ايه شروط بعد كده افاهمك ايه بقى اهمية عوامل المقارنة طيب فكرة الشروط ان انا عايز اقول اللغة لو حصل شيء معين الشروط لها درس منفصل خلي بالك بس الشروط اللي هشرحها الوقت دي لها درس منفصل جاي هشرح لك فيها بالتفصيل يعني ايه شروط وانطبع عليها ولكن لاتنا هتدي لك بس حتة ماشيك كده يعني ايه كلمة شروط او في لغات البرمجة لو انا عايز اعمل برنامج والبرنامج ده بيعمل اي وظيفة في الدنيا فكر كده في اي حاجة وليكن مثلا برنامج بياخد رقم المستخدم بياخد امبوت او بياخد مدخل من المستخدم الرالي اللي بيستخدم برنامج بيدخل لي رقم بيدخل لي نمبر حلو؟ حلو؟ انا عايز اشوف هذا النمبر موجب او سالم برنامج تافه جدا صح كده؟ لازم انا استخدم فيه حاجة اسمها conditions هتلاقي اغلب البرنامج فيها conditions يعني ايه conditions الشروط التي تحدد سير او طريقة سير البرنامج فانعايز اقول له لو كان ولو كان اي حاجة فيها كلمة لو لو اللي هي الكلمة المتش علاقة في الجو لو دي اللي هي بنسميها بالانجليش اف دي بنسميها الرمز الاشهر في عالم او الشروط يعني ايه شروط عني ا رجل اقول له لو حصل كذا اعمل كذا و لو حصل كذا اعمل كذا و لو حصل كذا اعامل كذا و لو لم حصل اي حاجة من الفاته اعمل كذا فيما اصاله ايه لما قلت لو واعمل لو واعمل يعني انها عند تحقق شرط معين قم باداء الفية الeronoma الفلاني عندك. عند عند decade اعمل الف لم يعني بخين الفتعل انا سبámل البرنامج intelligent احتي رحد تاني صفية اللي انت اللي كانتہ به تفهمش احنا بمت continuation اقول لها لو حصلت كذا اعمل كذا لو لقيت الرقم الذي جاء بس بقى الكلام، لو لقيت الرقم الذي جاء يساوي 10، سأشرح لك كورة دلقتي، اعمل إيه؟ اطبعي الرسالة التي تقول لي لي فيها number 10. رسالة بسيطة جداً، ولو لقيت الرقم الذي جاء لك يساوي 100، اطبعي الرسالة التي تقول لي أن النمبر يساوي 100. رسالة عادي، برنامج بسيط، فأنا كده عملت برنامج بيخش له رقم من المستخدم، وأنا أبدأ أملل البرنامج بقى، والله، لو الرقم كان كذا، اعمل فيبيت، أو لو كان ذا، اعمل ذا، ولو كان ذا، اعمل ذا، بنسهم ذا وذا، Nopeb معلم. عد لك أن تفهز الكلام والمصطلحات بشكل تقني لليس بشكل دو ما هذا очень UXproblem. ماهو concert كوندشن؟ أي شرط، ، أقول Akgerme ، لو الرقم تحقق فيه هذا الشرط، افعل الكود الذي يُراهırımه، ولو الرقم تحقق فيه هذا الشرط، افعل الكود الذي يُراه هو convenienceب Count Apps هذا الشحورك بالتفصيل في حلقة الشروط. أنا فقط عادة فهمك المبدأ العامة على الشروط. فنقولها كيف باللغة البرمجة بقى؟ نقول له إف ده الكود بتاع لغة بايفر. نقول له إف لو. لو. بالكلام الإنجليزي والله. لو كان المتغير الاسمه نام ده شايل جوا. هقول لك يعني إيه العلمة دي. إيه ده بس على نفسك. هقول له لو كان المتغير الاسمه نام شايل جوا. القيمة عشرة نقطين فوق بعض كده. لازم تحط نقطين فوق بعض دول. ونضع لك نقطين فوق بعض علامة فيه لستة حاجاتها تعملها. فلستة حاجاتها تعملها ورا بعض دي. يعني تبع الجملة اللي قبلها. فأنا بقول له بقى بص. هنشيل بس دول. بقول له لو كان المتغير الاسمه نام بس وعشرة. اعمل الآتي. فبحط نقطين فوق بعض. أقول له بقى إيه. أقول له إطبع. رسالة هنا. إطبع. مثلا. لم. إقوال عشر. لم. إقوال عشر. وقف. يبقى كده لو الشرط هذا تحقق. هذا سنسميه condition أو شرط. لو الشرط هذا تحقق. سينفذ الكود اللي هنا. طب السؤال. الكود لازم أن يبقى أطبع. لا. هذا ممكن أن تعيش داخل عالم ابن لازينة. ممكن أن يبقى 100 سطر. عادي. بقول له لو الشرط تحقق. اعمل الميت سطر دون. لا يوجد مشكلة. يكون داخلهم دوال. ويكون داخلهم لوبس. والدنيا كبيرة قدامنا عرافة. وستجد المضاومة عالي. أصبر معي لأنني لا ينفعش أبني على الفاهم. أبني أعلمش فاهم. فاهم فكرة. طيب. هقول له لو كان النم بتساوي عشرة. اعمل كذا. ممكن أقول له بقى كلمة تانية. أقول له إلس. بالإنجليش يعني إلس. يعني وإلا. وإلا يعني إيه. ولو النم مش بعشرة. ولو متغير الاسم ونمبر. مفوش عشرة. لو أي رقم تاني. فأقول له وإلا. وحط نقطهم في بعض. أقول له إطبع كذا وكذا وكذا. وعمل كذا وكذا. يا ولد كذا وكذا. فأقول له برينت نم لا تساوي عشرة. أو لا لا تساوي عشرة. طيب أنا مش تكتبك كده. أنا أقول لك تكتبها ازاي. فهم فكرة. فكلمة إف وإلس. افهموا من هنا ورايح. عشان تبقى سالك معي في الحلقة دي والحلقة اللي جاية. طيب. ده إلزمته بقى في الكلام اللي أحب ناخده في الدرس النهاردة. الدرس يتكلم عن شيئا اسمها عوامل المقارنة. يعني عوامل المقارنة. رموز نستخدمها. اللغة فهم أنها تقارن بين حاجتين. تقارن بين حاجتين. مثل ما أقول لك مثلا. مثل ما أقول لك. علامة اليساوي. اليساوي الذي خذتها زمان. بص بقى ركز معي في الصفحة دي مهمة قوي. هناك فرق بين علامة اليساوي اللي في لغة البرمجة بايثون. اللي بالشكل ده. وبين علامة اليساوي اللي بالشكل ده. طيب. العلمة دي ما معناها؟ والعلمة دي ما معناها؟ دي ما نسميها علامة التعيين. ركز بالله عليك والله عظيم دي أساسيات حياة والله. ركز عشانا هتكمل معك لحد ما تتخلص حياتك مع البرمجة. يعني ما هي علامة التعيين؟ اللي ما نسميها Assign. Assignment. أو Assigning. يعني تعيين. عايزين نعمل عملية ايه؟ نحط قيمة. طيب يعني ايه برضو ما فهمتش؟ يعني ما أقول لك المتغير اللي اسمه إكس. ما كان في الذاكرة فضيته. حجز ما كان في الذاكرة اسمه إكس. قلت لك كلمة حط لي جوا دي يعني عين له. يعني أعطيه القيمة مثلا عشرة. يبقى كده حطيت القيمة دي جوا ده. حطيتها عن طريق المعامل اللي اسمه إيه؟ العامل اللي اسمه إيه؟ عامل التعيين. Assignment operator. أو المعامل اللي يععين قيمة للتانية. بيحط حاجة دي جوا التانية. بيضع قيمة بداخل الأخرى. مش معناه التساوي بتع الرياضة. المعامل اللي يساوي بتعدي الرياضة مش هي دي خالص. دي مالهاش أي ضعب الرياضة. دي مش معاني الإكس بتساوي عشرة. لا، الإكس ده مكان فاضي. والعشرة مش هي المكان الفاضي. فهما لا يساوي بعضهم البعض. ولكن معناها إيه؟ حط العشرة جوا الإكس. فلأ قلت لك مثلا A equal B. حلو؟ وأنا كنت قيل له فوق. خلينا ننشيل دي كده. كنت قيل له فوق. إن الإكس دي بعشرة. فأنا كده حطيت الإكس دي بعشرة. بالعالة والمنطقة. فكر فيها كده. الإكس دي بعشرة. يبقى أنا عايز أحط مين جوا مين؟ عايز أحط اللي بعد الإساوي اللي هي الإكس. عايز أحطها جوا البي. يبقى أنا حجزت مكان جديد في الزاكرة اسمه بي. وعبيت جواه القيمة اللي متخزنة في إيه؟ اللي هي عشرة. فكده البي بقى إب كام؟ بقى إب عشرة أي كمان. فالإساوي اللي هي جاست سينج اليساوي كده. علامة اليساوي الوحدة دي. الوان إيكوال دي. معناها التعيين. ضع قيمة بداخل الأخرى. لكن اليساوي بتاعت الرياضة بقى هي دي معل. دي اليساوي بتاعت الرياضة. اللي هي اليساوي تن ورى بعد دول. في لغة ببيتون. الرمز ده. والرمز ده. الاتنين ورى بعد دول. معناها يساوي بتاعت الرياضة. فلو قلت له. اف. أنا قلت له في الأول كده. ركز هذا في الكلام. إن في متغير اسمه نم. والمتغير ده عبي داخل رقم 10. جاء تحتها بقول له. لو اف اف. نم دي. عايز اقول له. لو النم بتساوي 10. أنا مش بعين. أنا مش بحط قيمة في الثانية. أنا النم قريدي داخلها 10. عايز اقول له. هل النم دي اللي هي متعبية أصلا. جاهزة. هل القيمة اللي فيها هي. هي نفس القيمة. اللي هي 10. فده معناها تساوي. ده معناها علامة اليساوي تعترياضة. اللي انت تعرفها عادي خالص. لكن دي علامة التعيين. هنا بحط قيمة جوه حاجة. علبة فاضية كده. متغير فاضي. وهنا بيكون متغير مليان عادي. ولكني بقارن بينه وبين حاجة تانية. بقارن بقارن. دي من تسميها عامل مقارنة. فلو جيت انا بعمل امتحان بها اسألة. لو انا بعمل لك انترفيو. هل ده عامل مقارنة. ولا ده عامل مقارنة. لا ده مش عامل مقارنة خالص. اللي يسوي ده مش عامل مقارنة. بالفعل. هناك نم جوها عشرة. وفي قيمة اسمها عشرة. بقارن هم بعض. هل هم يسوي بعض؟ فأنا بقول له. لو كان الاتنين يسوي بعض. اعمل ايه؟ اطبع. رسالة بتقول لي فيها. ان النم. يقوى العشرة. طيب. ولو. ولو لأ. وإذا لم يكن. وإلا. يعني لو حاجة. لو اللي فاد ده ما حصلش. لو النم مش بتسوي عشرة. بتسوي أي رقم تاني. اطبع رسالة بتقول لي فيها. ان النم لا يسوي عشرة. طيب. بس كده. انا عايز اتعرف. اكتب الكود ده. وهتشوف الدنيا. ما هي الطبيع تتوقع؟ النم بتسوي عشرة. يبقى عشرة. يبقى عشرة. يبقى يطبع رسالة ده. يبقى الشرط ده لا يتحقق. ليس احتاجها انزل على النص الثاني. هو اللو هتتحقق. ليس إلا. انا احقق جملة ايه. الاف. مش جملة الالس. او اكواد الاف. طيب. فهمت اول عامل هناخده من عوامل المقارنة. اللي بيقارن. بيختبر هل الاثنين متساويين ولا لا. ده من سميه عامل الايكوال. الايكواليتي. هو ده الايكوالي يا معلم. انت خط في رياضة زماني. ده اول معامل هناخده. عكسه. عكسه بالضبط بقى في لغة بايثون. لو لا يساوي. انا دلتي. بقلت لك فكرة اليساوي. طيب لو عايز ازايها بالضبط. ازايها بتقديم قطعة فكرة عدم التساوي. اريد اقول له لو النام لا تساوي عشرة. او اولهله ازاي. اضع علامة متعجوب كده. و اضع رمز اليساوي. ده معناها لا يساوي. ده هي هي scale ما نجدها في الرياضة. الرمز ده. هذا هو ده بالضبط. فانا اقوله بالبرمجة بقى. نسميها ايه؟ نسميها ايه؟ نسميها ايه؟ نسميها ايه؟ لو حبيت اقوله بالبرمجة اقوله ازايها ايه؟ كان هذا النم لا يساوي لو لا يساوي مثلا ثلاثة اعمل الآتي كذا وكذا وكذا اطبع رسالة مش عادت ايه وعمل ايه هل النم بخمسين دي هل الخمسين لا تساوي ثلاثة ايو ولا تساوي ثلاثة يبقى إلا يحصل هينفذ الأكواد دي عادي فالصا يبقى احنا بقول له لو اعملها كنها جملة انجليزية كنها جملة عربي حتى انا بقول لك لو كان الرقم لا يساوي ثلاثة افعل الآتي انا نكتب علوان كده المتنسقة else وإلا اعمل كذا وكذا وكذا فكر بالراحة الرقم نفسه بخمسين وانا بقول لك لو كان الرقم ده اللي هو بخمسين ده لا يساوي ثلاثة ايه وها بخمسين لا يساويش ثلاثة فهقول له افعل الآتي لا ده ده وده يبقى بالفعل هينفذ دول طيب وإلا يعني وإلا الالة دي معناها ان الرقم يكون بثلاثة ما هو الرقم لو بثلاثة يبقى الشرط ده ما حصلش لان الثلاثة بتساوي ثلاثة مش لا تساوي لا هي بتساوي ثلاثة يبقى ده مش هيتحقق لان انا بقول لك اعمل اللي هنا ده لما يكون الرقم مش ثلاثة طيب افرد هو ثلاثة اعمل بقى ده فهمت الفكرة الال الف والالس والله العظيم ابجديات ابجديات فعلا منطق لو انت عطلان في حاجة من المنطقيات دي ف سواحل فل يعني هتتدرب معنا مطلعش تعال بس طيب لحد هنا احنا اخدنا عاملين اثنين او اللي هو علامة التعايل اللي لا يساوي وليساوي ده اول من عامل الي مترحل اعلن نحدث مكرا اجلو الا اعمل كذا وانو سأخبره اخبائها افسش اكبر من بى اعمل واحد، اثنين ماء اعطوا ومشاكل و لو لأ, ماذا؟90不 meaningful olmak كيف تف тоб这 فهمت الفكرة، فذلك هو اكرم من ه clue اسمها اي We begin اكبر من او يساوي نقرأ بالترتيب دبا لو كان اكبر من taki او يساوي رأي ان دي مدير من الصف أشاهد بشكل класс فانا اقول لك بالترتيب A اكبر من او يساوي Deborah عمل اكثر و للبا یعنى لو لأ يعني لو لا يعني لو الأ a معكبر من b ولا تساوي يعني الى فاضلت الش leur الثالثة تكون اقل منها سيحصل إذا كانت الإيه أقل من البي. هل هناك رمز أخر؟ هناك رمز الأصغر منه. وهناك رمز الأصغر منه أو يساوي. أظن أنك في أنتهم من غير مشرح. هذه أفجديات ألف فيه رياض. فنضب هذا كيف يكون في البرمجة؟ تعال نرى. بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي هنا في الأول شيء. نقول له أننا لدينا متغير. اسمه لم. مثلا لم 1. الرقم الأول. نضع له قيمة 10. حسنا. ونأتي نضع لم 2. جميل. ونضع له قيمة 20. أي مثال. أنا أحب الرقم 10 أو 20. كده هو ننجزنا في سنة. أريدنا سهلة. سأقول له لو كان. انظر الكلمة التي تكتبها صح في لون هذا. سأقول له لو. لو كان الرقم الأول. يساوي. انظر على علامة الإيساوي. عملتها كذلك. لم يعملت أن يساوي واحدة كده. يساوي واحدة. فأنت أريد أن تعرف مجهول. أريد أن تعرف متغير وضع قيمة داخل قيمة. طبعا هذا ليس حصل هنا. سأقول له لو كان ننبر 1 يساوي ننبر 2. نرتم في بعض الواق كولون. سأقول له اعمل الآتي. سأقول له اطبع هذه الرسالة بتقول لي فيها. أني ننم 1 equal ننم 2. فأنا سأقول له لو كان الاثنين يساوي بعض. اعمل لي كده. طيب. وإيه ثاني لو لأ. يعني لو لأ. هو ما الذي فاضل؟ أنه لا يكونوا يساوي بعض. لو لا يساوي بعض. أعمل ما يساوي بعض. أخذ ذلك هنا. وانزل تحت هنا. وانزل تقول لي فيها أن ننم 1 لا يساوي ننم 2. طيب. بالراحة بقى كده. ننم 1 بعشرة. ننم 2 بعشرين. هل هم يساوي بعض؟ لا. أي بأسطال النمش هيتحقق. ليس هيتعمل أصلا. هيتخش على لس. لو لم يحدث ما سبق. لو كانوا ليساوي بعض. أي هم فعلا ليساوي بعض. هيتقوم طبع ايه. هيتطبع على هذا السطر. يبقى الصلاة التي سيتطبع في النهاية الآن. أولا من شغل. اشير الفصل لك تاني. لا تسيب الفصل الفاضي دي. دعوهم مع بعض حتى نفهم أنت. الف لدي تابعة لالسي دي. كما ترغب على شهر لك الدرس على الكنديشن نزاب التفصيل في حلقة منفصلة. مهم فأنا بقول له لو كان النمبر الأولين يساوي الثاني اطبع رسالة دي. ولو لا اطبع رسالة تانية. هم لا يساوي بعض. فيطبع أن هم لا يساوي بعض. خلاص فيهم الواحدة. أنا المفهمة هنا. أنا مخفزها له. طب هقول له. 不 أن ترغب على الكلام clauses تحتاج التفكير. لو كان الرقمين لا يساوي بعض. اطبع Bag وقال مع بعض. ولو لئ. يعني لو لئ. يعني لو لا. يعني لو يساوفiar بعض. يبقى يساوي بعض يعني لأن لو الرقم الأول لا يساوي الرقم الثاني اطبع أنهم لا يساوي بعض. طب ولو لا ولو لا وإلا فليس يساوي بعض. يبقى إطبع لأ هم يساوي بعض. عكس عدم التساوي التساوي. أحفظ هذه الجملة وأفهمها. عكس عدم التساوي. يعني أنا أقول لك إن هم لو مش متساويين، اعمل كذا. يبقى عكس كده إيه؟ إن يكونوا متساويين. فأقول له يطبع أن هم متساويين. ده المنطقة جميعا عشان يسمعه العامل المنطقية عنوان الدرس. بيقول لي هم فعلا مش متساويين فعشان كده أعطي لك رسالة بيقول لك إن هم مش متساويين. طيب لو خلين هم متساويين، بص إيه فهمه واحدة. بص إيعمل إيه؟ وإلا دي هو إيه؟ إيه عكس إن هم لا يكونوا مختلفين، يبقى أكيد متساويين؟ أم طبعاً إن هم متساويين، أنا اللي مليه. فهم الفكرة؟ طيب السؤال، لو أنا جئت هنا وخليت، ده خمسين مثلا. وقلت له لو كان النومبر ون أصغر من النومبر تو، اطبع. بص، كلام بسيط، أو الله عظيم كلام تفي جدا، أو اطبع أن هو أصغر. ولو لقى اطبع أن هو أكبر. أنا بقول له لو الرقم الأولاني أصغر من الثاني، اطبع أن الأول أصغر من الثاني. طريبة أكبر، صح كده؟ أننا سوف نفترض أن يساك من حتة أنهم لا يكونوا متساويين، سوف نفترض أنه ليس متساويين، فهم الفكرة؟ فلو قلت له لو الرقم الأول أقل من الثاني، اطبع أن الأول أقل من الثاني. أنا بقول له اطبع دي رسالة كده جدعانة، ممكن أن أقول له اطبع مرحباً، عادي يعني. أنا أريد أن أطبع رسالة فقط معبرة، وأقول له ولو لا، وإلا إلس، لو كان الرقم الأولي ليس أقلي، يبقى أكيد ماذا؟ هل تقول له الtaćبع، يقول له أن الصحي أكبر؟ ما الذي ذتابع بتوقعك هذا؟ الرقم الأولي أقل، فهي دخل هنا يمسه نوعه 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 مع عشره، والثاني مع خمسين، سيقول له هل عشرة؟ أقل من الخمسين، سيقول له نعم، هذا يعني ما هذا، يبدو له ثقابة. ماذا رأيك؟ الطبعة، الكلام تافي جدنا. نعم، إذا لا، دعنا هذا خمسة، سيقول له هل نوعه نوعه نوعه, إنه أقل من الخمسة، سيقول له لا، 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 ليس يوضيه، لأن الشرط غلط. فهيعمل ما هي؟ هيقول له وإلا. يعني ما هي وإلا؟ يقول له 10 أقل من 5. قال له لا. قال له طب العكس ما؟ إن 10 يكون أكبر من 5. هيقول له أي ومظبوط. هيقوم طبع أن number 1 أكبر من 2. ثانية. نعم. number 1 أكبر من number 2. كلام تفع جدا والله. أي تاني فاضل أنك تضع علامة التساوي. أنني أقول لك لو number 1 أقل من أو يساوي number 2. لو أنا خليتهم يساوي بعض. هيعمل ما هي؟ هيطبع أن هم. دعني ecotir للإظمانة بس. التاني يقول له. لو الرقم الأول أقل من أو يساوي الرقم الثاني، اطبع هذه الكلمة. ولو لا. ما هو أكيد هو. لو الرقم الأول ليست أقل من وليساوي أكيد الرقم الأولاني أكبر من الثاني. هذه الفكرة لا تضع نفسه. سأضع المثوات. تضع المثوات في طرف واحد. فأنا سأقول له. العشرة. أو الرقم الأولاني والرقم الثاني. لو كان الأولاني أصغر من الرقم الثاني أو يساويه. إطبع لي هذه الرسالة، سواء أصغر أو يساوي، لو هذا حصل أو هذا حصل، ولو لا، لو الأثنين لم يحدثوا شيء، أكيد الرقم العوني أكبر، لأنه طالما هو ليس أصغر ولا يساويه، أكيد هو الأكبر، فحطت الرسالة يطبع فيها أنه هو الأكبر، تظن ما سيحصل هنا؟ عشرة وعشرة، يبدو أن الأثنين ما لهم، هل الرقم العوني أصغر؟ لا، لكن يساوي، يبدو أن هذا حصل، اتحقق، يبدو أن ينزل طبع هذا السطر. أنه هذا فعل الرقم العوني أصغر من يعلم أعطي الرقم الثاني، حسنا، ولوضع له أعطيح فعلاً أو يساوي الرقم الثاني. إذا كنت أخبرها في هذا非常 صحوياً، darinA nest echo離 10. هل الأن عاشرة أصغر من 50؟AH اي Staff. لا أصغر أصغر منтها من أي لهم، هم يعرف على سارة أنني أصغر منه أو يتعاوي، اطبع الرسالة التي تعلم أنت أصغر منه أو يعتماوي، أعطيح على لorm techniques. فاهم فكرة. طيب فضعنا نosh why the class أصغر من الخمسة؟ لا، العشرة أكبر، فهيقوم عمل إيه؟ هيأتي هنا يسأل هل العشرة؟ أصغر من الخمسة؟ سيقول له لا، فهيقوم معدي ده خالص، لا ينفزه، سيخش على إلس، لي وإلا، وإلا، ولو لم يحدث ما سبق، اعمل إيه؟ اطبع هذا السطر، أو بالفعل اللي فات ما حصلش، فهيقوم طبع هذا السطر، اللي هو معناه إيه؟ من العشرة أكبر من الخمسة، فهيقوم بحثت الموضوع تافه، كلام بسيط جدا، هذا ما أريد أن أقول لك، النهاردة ليس شيء آخر، يعني كده، الدرس خلص، أتأكد أن تقرأ الورق لو حابب، ستجد لك تفاصيل حلوة هنا وأمثلة لك، أقول لك مثلا، ننبع عشرة، أعمل برنامج، تدخله، المستخدم يدخل رقم، ونعمل كودي يفاهمه، إذا كان الرقم مجب أو سالم، فنحن عن ساند، أنا أقول له لو كان الرقم أصغر من الثفر،، تقول له أن الرقم يpicious من بالفعل،، م rapper يقول رسالة لم أصغر من الثفر، بس أي سالم ولا هو الرقم أصغر من الثفر، يعني أنه يكبر أكبر من الثفر، اقول له أن الرقم صغر من الثفر، يفترض أن من لا تعرف شافة على صفر،، هذا فإن فكرة يبدأ فقط، هذا س harmed schö。 أمчи لمحن J报 شасти برنامج يأخذ رقم تأكد نك تسمع الحلقات بالترتيب والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة سواء